السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة الفيديو اليوم راح تكون شوية مغايرة راح نمد لكم مشروبات تساعدك باش تتجن بزيادة الوزن خلال فترة الحجر الصحي المنزلي و قبل هذا حبيت نقولكم انه الاكل الصحي هو خطوة اساسية في هذا الظروف تنك كاتروم الماكلات على الخضراء والفواكه الغنية بالفيتامينات والتي تكون سعرات الحرارية تحاق منخفضة و متنساو الشرب الماء و ممارسة بعض التامارين الرياضية نظمي وقتك كل شي مر قهوة العصر ديري بعض الحركات الرياضية باش تحافظي على اللياقة البدنية تاعك واول وصفة راح نبدو بها مباشرة هنا نحط كميات علمة تغلي تقريبا 1 لتر الا ربعة علمة نخلي هي غلي مدة 10 دقايق في هذيك الفترة نجيب حبات على القارس تكون صغيرة ما تكون كبيرة بساف هنا بعد ما خصلتها مليح راح نقطحها على ستة ولا على ثمانية اي نقطحها الى قطع صغيرة اذا بعد ما غلالي الماء مدة 10 دقايق كما سبق لي وقلت لكم نجيب الكاسرنا تاعي باش نشرح لكم الطريقة نحط فيها هدوك القطع تاع الليمون او القارس نغطيه بسحن واللغطة ونخلي هدوك القطع تاع الليمون تتنقع في هدوك الماء مغلي ساعة فاكتر حتى تزوج سوايا لازم هدوك الماء يبرد تماما لانه هاد المشروب نشربوه وهو بارد مشي سخون من بعد نجيبوه الكاس ونفرغو فيه يعني نعمر الكاس دعنا اللي نشربوه فيه طبعا ونضيفوه نصف ملعقة صغيرة تاع كمون ملحي هاد المشروب يساعد على انقاص الدهون في الجسم حتى صحاب الكولي سيغول يقدروا يشربوه اذا بالنسبة لطريقة نشربوه كاس بعد الغضاء وكاس بعد الحشاء وراح يعطيكم نتيجة رائعة باذن الله ونروحوا الان للوصفة الثانية هنا عندي حبات على الليمون تاني كيف كيف خسلتها ونشفتها كي تكون الحبة صغيرة نقسمها على اثنين اذا كانت الحبة كبيرة كما هادي راح نقسمها على ثلاثة ولا على ربعة انا راني راح نقسمها على اربع شرائح وبعد ما نحلو هادوك الاعدام نحتفط بشريحة فقط اللي راح نديرها ونستعملها كمشروب في النهار بالنسبة للشرائح الاخرى نديرها في فيلم المونتر ونحطها في التلاجة لحين الاستعمال يعني كل يوم نجبت شريحة ونديرها بنفس الطريقة اذا نجيب القطعات على الليمون نرشق فيها الاعواد على القرنفل هنا ندير من خمسة الى ست اعواد على القرنفل نرشقهم بهذه الطريقة في القطعات على الليمون وهذا الوصفة لازالة او انقاس الوزن ومليحة تاني اللا قريب اللي يكون فيه مريح ولا نزلات البرد تاني يديروا هادو المشروب بزاف في فوائد ونتحصل على هذا بالنسبة للقرنفل اللي اللي بقالي نخليه باش نستعمله مع الشرائح الليمون اللي خبيتها في التلاجة في الايام المقبيلة هنا نكون دائرة الكاسرون التاعي تغلي فوق النار الما مغلي ندير هذه القطعات على الليمون في هذه الغرف اللي يرفض لي زوج كيسان تعالى الماء ونفرغ الماء اللي يكون مغلي بهذه الطريقة نعمر هادو الغرف قيس واحد يزوج كيسان ولا زوج كيسان ونص نغطيه هنا بصحن ولا ونخليه يتنقع يوم كامل هنا نديره الصباح نشرب كاس مور الغضاء وكاس مور الحشام باش يساعدني على انقاس الدهون في الجزء وهذه الوصفات اللي مدتهم لكم تديروا واحدة فيهم يا اما الاولى ولا هذي الثانية وشنو هذي الثانية هي دو زونة تقدري تديرها لانقاس الوزن كما تقدري تديرها لنزلات البرد هذو هما الوصفات التاع اليوم ان شاء الله تكونوا استفادته ونلتقي في كيفيات اخرى باذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة